وينضم إلينا من رامالله إبراهيم ربيعاء المحاضر في العلوم السياسية سيد إبراهيم مرحبا بك لنبدأ أولا بالحديث عن مفاوضات باريس وتوقعاتك لما يمكن أن تسفر عنه خلال الساعات المقبلة صبع الخير من الواضح أن الحديث بدأ يسخن أكثر عن صفقة تبادل أسراء من الواضح أن الأطراف والوسطاء بدأوا بردم الفجوة بين الموقف الإسرائيلي وموقف المقامة الفلسطينية ومن الواضح أن إسرائيل تحاول أن تمارس عض الأصابع حتى اللحظات الأخيرة لضمان عدم الالتزام بأية شروط أو أية قيود تفضي في النهاية إلى وقف هذه الحرب بشكل نهائي هناك أزمة على المستوى الداخل الإسرائيلي وعلى المستوى الحكومة الإسرائيلية حيث تحدث بنكفير عن أن الذهاب إلى أي وقف لهذه الحرب يعني انتهاء الحكومة وحلها ولكن بالمقابل زعيم المعارضة تحدث عن توفير شبكة أمان للحكومة ورأينا أيضا تصريحات نتنياهو بهذا السياق الذي كان متشددا كما هي العادة تجاه أية صفقة وبالتالي هناك موقف معقد ومركب على المستوى الإسرائيلي من الواضح أن هناك مواقف واقعية نوعا ما متصلة بالمقاومة ولكن أعتقد أنه في النهاية نتيجة لأولا الموقف المصري الذي كان حادا تجاه أية عمليات ورافضا لأية عمليات إسرائيلية في محور فلادلفيا ونتيجة للمواقف الأمريكية والضغط الأمريكي والحاجة الأمريكية للذهاب إلى صفقة بهذه المرحلة الانتخابية الحارجة أعتقد أن الصفقة ستتم بالنهاية ولكن ما تحاول إسرائيل أن تفعل بهذه اللحظات هو الضغط باتجاه إثبات أو البحث عن فرصة لعدم الالتزام بأية شروط تفضي إلى وقف هذه الحرب بشكل نهائي هل تكون هذه الصفقة مؤلمة لبنيمين نتنياهو بالتحديد وتحالفه؟ أعتقد أن الخشية بالنسبة لبنيمين نتنياهو هي خشية متصلة بمآلات هذه الصفقة وأي محاولة لضحرجة هذه الصفقة في المستقبل هذا أولا على المستوى الثاني أعتقد أنها نعم ستكون مؤلمة لأن الخطاب العالي الذي استخدم نتنياهو والخطاب العالي الذي استخدمه اليمين تمحورها حول رفض منح عية إنجازات للمقاومة الفلسطينية وأيضا إذا ما لاحظنا أن بنكفير تحديدا صعد خطابه تجاه الأسرى الفلسطينيين بكونه وزير ما يسمى بالأمن الداخلي وصعد من إجراءاته تجاه الأسرى الفلسطينيين وحاول خلال الأسابيع الماضية الحديث عن تصنيف الأسرى الفلسطينيين إلى مجموعات بناء على التهمة الموجهة إليهم والعودة إلى الحديث عن الإعدام وبالتالي هناك رفض لهذا الجانب الحديث أيضا عن أن قيادات المقاومة هم من الأسرى السابقين وبالتالي أي خروج لأسرى بالنسبة لهذا الطرف يعني تعزيز لحالة المقاومة وبالتالي كل هذه الخطابات وكل هذه العوامل تقول أن هذه الصفقة ستكون مؤلمة لنتنياهو ستكون مريحة للعديد من أطراف الإتلاف الحاكم عفوا لمجلس الحرب تحديدا لي جانس وأيزينغوت وحتى جزئيا للمعارضة هي مريحة لأن لبيد كما قلنا قبل قليل تحدث عن إصراره وقبوله لتوفير شبكة أمان للحكومة لتغطية أي صفقة أيضا مريحة للشارع ولو جزئيا لكن السؤال حول مآلات هذه الصفقة السؤال حول مستوى التبادل بهذه الصفقة بمعنى أن الحديث يتم عن فئات النساء وكبار السن يتم الحديث عن الجثامين ومن ثم الحديث عن جزئيا الجانب العسكري مجموعة من المجندات والمجندين ولكن الضباط الكبار سيقومنا هم العقدة وهنا يأتي التبادل المكلف والمؤلم لإسرائيل أكثر نعم فيما تعلق بوقف إطلاق النار أيهما السيناريو الأقرب هدنة مؤقتة كالهدنة الأولى وإن كانت أطول في المدى الزمني أم إيقاف تام لإطلاق النار يعني من الصعب جدا تخيل قبول إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل نهائي بضمانات دولية لأن العودة إلى الحرب في ظل ذلك السياق سيكون مكلف سياسيا بالنسبة لإسرائيل وتوقف الحرب بشكل نهائي سيكون مكلف لإسرائيل على مستوى الجيش وعلى مستوى العلاقة بين الجيش والمجتمع وعلى مستوى التركيبة السياسية وقف الحرب بشكل نهائي يعني أولا سقوط هذه الحكومة ويعني ثانيا أزمة حقيقية في العلاقة بين الجيش والمجتمع قد تقود إلى صدمات ويعني أيضا جدل داخلي إسرائيلي حول العلاقة مع قطاع غزة ومع الفلسطينيين بشكل عام وهذا سيقود لمزيد من التوترات أيضا أعتقد أن الولايات المتحدة على المدى الاستراتيجي ليست معنية بهذا الخيار كأنه يضر بصورة تفوق الجيش الإسرائيلي على المستوى الإقليمي التي لم يتم ترميمها حتى اللحظة بعد السابع من أكتوبر في المقابل أتت تصريحات المعارضة الفلسطينية سواء عفوا المقاومة الفلسطينية سواء من قبل حماس أو من الجهاد لتؤكد صلابة الموقف وأنه يعني لا قبول بأي حلول إلا بوقف كامل لإطلاق النار كيف رأيت هذه التصريحات يعني أعتقد أنه هنا يعني يمكن التفريق بين الوقف الكامل والوقف الدائم لإطلاق النار هذا أولا ثانيا أعتقد أنه هناك خطاب أكثر حدة بهذا الاتجاه وأكثر تشدد بهذا الاتجاه من موقف وقف إطلاق النار الدائم من قبل الجهاد الإسلامي ولكن أعتقد أن كل هذه المواقف تخضع للتشدد على طاولة المفاوضات بهذه اللحظة في حال كانت الصفقة مفيدة والصفقة مريحة على مستوى تعزيز تدفق المساعدات ووقف إطلاق النار بشكل كامل خلال فترة الهدنة وجود أفق للبحث عن تمديد هذه الهدنة أعتقد أن المقاومة الفلسطينية ستقبل بذلك على المستوى المنظور